فكرة لن ننسى دماؤنا لن ننسى مصائبنا لن ننسى مآسينا متى تفيد فعلا تفيد لما يكون فيه مثل صلاح الدين لما يجيك أمة مقبلة على استرداد حقوقها فعلا ومن الخيانة نسيان المآسي والمصائب التي تحصل بالمسلمين وإنه ومن العجب الذي لا يكاد يكون عجب بعده أننا في الزمن الذي توثق فيه المآسي بالصوت والصورة وتعرض فيه الدماء والمآسي والمجازر بالمقابلات التلفزيونية ويعبر فيها المنتهك حقوقهم وأحوالهم وأعراضهم بلسانهم عن أحوالهم دون أن تكون رواية تاريخية ومع ذلك تنشأ أجيال من المسلمين تنسى هذه الدماء العجب تعرف إيش العجب أحيانا يكون تكون أجيال ناشئة من نفس البلد الذي سفكت فيه الدماء يهجرون مثل ما يهجر يعني بعض الشعوب الإسلامية اليوم من بلدانها يهجر يروحوا إلى بلد سواء بلد غربي ولا بلد إسلامي الآباء والأمهات اللي عاشوا ألم التهجير وألم اعتقال الأقرباء وألم مقتل أولاد العمو وأصحاب وهدم البيوت والقصف وكذا هم يعيشوا الآلام بدنيا ينشأ أجيال رايح المدرسة جاي من المدرسة الجيل يعني عنده ترفيه يبغى ألعاب بلاي ستيشن مدر إيش كذا تلفزيون شباب أصحاب أحيانا تجي تقوله أنت ليش في هذا البلد يا أولادي ليش أنت في هذا البلد أحيانا ما يعرف ليش هو في هذا البلد صح أو لا صح أو لا أحيانا ما يعرف هو ليش في هذا البلد هو ما يعرف أنه هو مهجر لاجئ بسبب ما حصل له في كذا وكذا هذا وهو من نفس البلد وهذه الأمة اليوم تعيش مشكلة القصد القصد المنظم من أعدائها لتنسى ما حصل فيها من المآسي والجرائب ولذلك النسيان خيانة النسيان خيانة وأما الإسهام في تنسية أو في لكي ينسى المسلمون مآسيهم فهذه هذه خيانة مركبة مضاعف فلا أقل من توارث حقيقة ما جرى وحصل على الإسلام والمسلمين من مصائب وكوارث وتعبئة النفوس ليوم من الأيام تسترد فيه الحقوق ويقابل فيه المسيء بإساءته